المعرض الدولي لطيران بمراكش يواصل الصدافة مجموعة واسعة من شركات طيران والفضاء والدفاع من جميع أنحاء العالم ويقدم فرصة لعرض آخر تطورات تكنولوجية في هذه المجالات على همشه توقع اتفاقية عدة ترسم معالم القطاع مستقبلا بالمغربي وعلى المستوى الدولي يوم تسنت أيضا ربعات الاتفاقيات التي ستمكن من توفير أكثر من ألف منصب شغل إضافي في مجالات تقنية عالية ومن طرف المستثمرين من أربعات البلدان من السويد من أمريكا من كندا ومن فرنسا هذا كيوطد تقا دي الفاعلين دي المنظومة الصناعية دي الصناعات الطيران العالمية بالنسبة لمنظومة المغربية وبالنسبة لأفاق دي المنظومة الصناعات الطيران في المغرب اللي كيشرف عليها سيدنا بالتصور ديالو بالتوجيه ديالو استثمارات كبيرة وعقود ضخمة لتوريد طائرات وقطع غيارها تم الاتفاق بشأن خطوطها العريض هنا بمدينة مراكش ما يعزز مكانة المغرب في المشهد العالمي لصناعة الطيران اليوم سننا مع أمبراير بعمية مليون دولار بشيء الطيارات من عندهم الفيكا هي ديالو ديالو سيكون موجود من دبع عامين ايربوس وبوينغ خاصة ديالو سبع سنين واتمين سنين الأمبراير او ديالو يقدر جينا من دبع عامين ويعتبر معرض مراكش للطيران ملتقا عالميا للفرص حيث يوفر للمشاركين إمكانية إقامة شراكات استراتيجية واستكشاف أسواق جديدة من خلال برنامج غني للقاءة العمال الثنائية كما هو الحال بالنسبة لهذه الشركة المغربية نعمل حاليا في مجال صيانة الطيران ولكننا نفكر أيضا في المستقبل القريب جدا في الاستثمار أيضا في النقل الجوي الخاص نحن هنا في المعرض الجوي لنعرف بأنفسنا ولانتفاعل مع الزوار والعملاء المهتملين وعموما لدينا جدول زمني ضيق للغاية بالنظر لكأس العالم التي ينظمها المغرب في العام 2030 وستمكن هذه المشاريع التي يعرفها معرض مراكش للطيران من تطوير مهن وقدرات جديدة في سلسلة القيمة المحلية للطيران وبالتالي الاستجابة الاستراتيجية المملكة الرامية إلى تحسين معدل الاندماج المحلي للقطاع ترجمة نانسي قنقر